الجغرافيا الفصل الثاني الصف السادس الوحدة الرابعة الدرس الخامس المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية من صفحة 54 إلى صفحة 59 هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدرس الخامس المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية ما المشكلات البيئية التي تعانيها منطقة سكنك؟ كان للزيادة السكانية وتغير نمط الحياة واستنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة أثر في ظهور عدد من المشكلات البيئية في الأردن وهذه أبرزها أولاً النفايات الصلبة تعد النفايات الصلبة سبباً رئيساً لتلوث البيئة إذا لم تستخدم طرائق مناسبة للتخلص منها ويعاني الأردن مشكلة إدارة النفايات الصلبة إذ بلغت نسبة هذه النفايات سنوياً نحو 1.7 مليون طن بمعدل 3850 طن يومياً تمثل المواد العضوية منها ما نسبته 60% وهي تنقل إلى 21 مكباً للنفايات يذكر أن كمية النفايات الصلبة في مناطق العاصمة عمان تبلغ فاصل 9 كيلو جرام لكل فرد يومياً تشير الدراسات إلى أن الأردن قد خسر في العقود الثلاثة الماضية ما نسبته 25% من الأراضي الصالحة للزراعة وفيما يأتي أهم أسباب التصحر 1. تناقص كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والجفاف 2. فقر الغطاء النباتي الذي يقلل من عملية التبخر وهطل الأمطار ويعرض التربة للإنجراف ويقلل من خصوبتها 3. إنجراف التربة بفعل الرياح والسهول 4. عوامل التعرية ويقصد بها تآكل التربة الزراعية ونقلها بفعل العوامل المناخية خاصة الرياح والمياه 5. السلوكات والممارسات السلبية المتمثلة في قطع الأشجار والرعي الجائر والزحف العمراني وسوء استغلال الموارد الطبيعية 3. شح المياه يعد الأردن من أكثر دول العالم التي تعاني نقصاً في المياه إذ تقلصت حصة المواطن الأردني من المياه إلى 120 متراً مكعباً عام 2015 علماً بأن حد الفقر المائي عالمياً يبلغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً وقد تسبب الطلب المتزايد على المياه في استنزاف الأحواض المائية الجوفية الجدوى الأربعة واحد يبين نصيب الفرد الأردني من المياه بالمتر المكعب في سنة 1960 كان نصيب الفرد الأردني 529 عام 1990 224 عام 2160 عام 2015 120 أي أن الكمية تقلصت تقلصاً كبيراً رابعاً تلوث الهواء هو انبعاث مادة ملوثة إلى طبقات الجو مثل الغبار والدخان مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات والممتلكات فيما يأتي أبرز ملوثات الهواء في الأردن واحد ذرات الغبار العالقة في الهواء التي تسببها العواصف الترابية اثنان الغازات المنبعثة من الصناعات الاستخراجية والتحويلية مثل مصفات البترول ومصانع الفوسفات والإسمنت وحرق النفايات ثلاثة، الغازات المنبعثة من المركبات ووسائط النقل خامساً، مشكلة الطاقة أدت تسارع النمو السكاني والاقتصادي إلى زيادة استهلاك الطاقة للأغراض الصناعية والمنزلية إذ يستورد الأردن ما نسبته 96% من الطاقة وهو ما دفعه إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز فتوجه إلى استغلال الطاقة المتجددة نظيفة مثل طاقة الرياح والشمس وسعى إلى تطوير تقنية استخلاص الطاقة من الصخر الزيتي بطريقة مجدية اقتصادياً ونظيفة بيئياً لماذا تعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح طاقة نظيفة؟ ما المقصود بالطاقة المتجددة؟ ما العلاقة بين زيادة النمو السكاني واستهلاك الطاقة؟ نشاط ناقش زملائك بإشراف المعلم في الخطوات الآتية لترشيد استهلاك الطاقة إطفاء مصابيح الإنارة عند مغادرة الغرفة استخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة فتح الستائر للسماح لأشعة الشمس بدخول الغرفة استخدام أجهزة تحسس الحركة التي تعمل على إضاءة المصابيح آلياً عند المشي قربها ثم تنطفئ بعد دقائق معدودات استخدام مفاتيح التعتيم الحفاظ على مصابيح الإنارة نظيفة استخدام مصابيح ذات قدرة منخفضة في الأمكنة التي يكثر التردد عليها سادساً الحلول المقترحة للمشكلات البيئية في الأردن فيما يأتي أبرز الطرائق التي يمكن استخدامها للتخفيف من حدة المشكلات البيئية في الأردن واحد استغلال الأراضي غير القابلة للزراعة في الأنشطة السكنية والاقتصادية اثنان استخدام تقنيات بيئية حديثة تقلل من نسب الغازات المنبعثة من المصانع والمركبات ثلاثة البحث عن مصادر جديدة للمياه أربعة تحسين وسائل إعادة التدوير داخل المنشآت الصناعية خمسة زراعة نباتات يمكنها التكيف في البيئات المختلفة أسئلة الدرس السؤال الأول عرف ما يأتي الطاقة النظيفة النفايات الصلبة السؤال الثاني ما العوامل التي أدت إلى ظهور المشكلات البيئية في الأردن؟ السؤال الثالث عدد أهم مصادر تلوث الهواء السؤال الرابع أذكر ثلاثة من الحلول المقترحة للمشكلات البيئية السؤال الخامس أكمل الفراغ بما هو مناسب فيما يأتي ألف من أسباب التصحر أذكر سببان با من مصادر الطاقة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا في الأردن؟ أذكر نوعين من الطاقة جيم فقد الأردن في العقود الماضية ما نسبته؟ فراغ من الأراضي الصالحة للزراعة دال يستورد الأردن ما نسبته؟ فراغ من حاجاته من الطاقة ترجمة نانسي قنقر